انتو طبعا عارفين الحراكة الطلابي اللي بيجرى في الولايات المتحدة الامريكية والحراكة الطلابي اللي موجود في كتير من الدول الاوروبية والحقيقة الحراكة الطلابي العظيم واللي اقدر اقولك انه غير مسبوق على الاطلاق فيما يتعلق بقضية الصراع العربي الصهيوني بيدعو مش بس للإعجاب الشديد بيدعو اللي انه يا سلام لو كان الواحد رجع تاني للسن بتاع الجامعة لانه شيء الحقيقة يدعو للفخر يدعو للفخر لانه هؤلاء الطلبة والطالبات في يوم من الايام هم دول اللي هيبقوا وزراء خارجية ورؤساء حكومات ورؤساء دول وملوك وزعماء وقادة وامراء وصلاطين وهم هم نفس الطلبة دول هيبقى فيه منهم كمان رؤساء الشركات الكبيرة الى اخره هم هم نفس الولاد دول اللي بيتظاهروا دلوقتي وهم دول الحقيقة اللي قرروا انه هم يكتبوا لافتات ولو حتى انها يعني بتوضع بشكل حتى وان كان مؤقتا على القاعات الكبرى في جامعات امريكية شتى يسموها باسم هند تتذكروا هند الطفلة هند اللي اتذكر جيدا انه يمكن في البرنامج ده قلتلكوا لازم هند دي صورتها ومكلمتها تلف الدنيا هند تحولت لايقونة الحراكة الطلابية هند تحولت لرمز على ودليل على بشاعة هذا الاحتلال ووحشيته هند اثبتت حتى وهي مفارقة الحياة حتى وهي مش موجودة معانا الله يرحمها انه بنيمين نتنياهو وحكمته وكل اسرائيل ما هم الا وحوش بشرية وانا من انصار انه لا تعول كثيرا على مسألة الداخل الاسرائيلي لان ده مجتمع متوحش ده مجتمع من الوحوش قبل ما يبقى في دولة قبل اصلا ما يتم اعلان الدولة مع النكبة يعني في 48 في مفكر فرنسي ماركسي عظيم اسمه جوستاف لوبان جوستاف لوبان كان عنده حديث حول هؤلاء الناس واستخدم انهم مجموعة من المتوحشين استخدم المصطلح كده ان دول مجموعة من المتوحشين وانهم ما تعلموش اي حاجة من اي حضارة عاشوا في وسطها على الاطلاق عاشوا في وسط الحضارات اللي موجودة في الشرق الاوسط زمان وما تعلموش منهم حالي عاشوا في وسط الحضارات بعد كده اللي ناشأت وطلقوا الحضارات في الشرق الاوسط كانت سابقة على الحضارات الاوروبية والدول في اوروبا حتى ومفهوم الدولة وبرضو ما تعلموش منها وفضلوا طول الوقت ناس محملة بالغل والعنف والمرارة ده جوستاف لبان اوروبي كتب الكلام ده تقريبا في عشرينيات القرن العشرين لو انا متذكر كويس يعني هند كشفت قدام العالم كله وحضركم تتذكروا القصة ازاي حصرت هند بالدبابات وهي طفلة صغيرة في وسط جثامين اهلها في عربية في وسط الصحراء في غزة دي اسرائيل وده بن يمين نتنياهو وده سموتريتش وده بن غفير وده اي حد حتى ولو كان طفلا صغيرا لسه مولود النهاردة او حتى من ثواني ده مجتمع المتوحشين ويكبروا متوحشين ويعيشوا ويموتوا متوحشين ويطلع بن يمين نتنياهو يعمل خطاب لارهاب الطلاب خد بالك هو ارهابي فيرهب الطلاب فيقول لهم انتم تعادون اليهودية وانتم تعادون السامية فيبدأ اسدزة في بعض الجامعات يهود يردوا عليه يقول له احنا يهود واحنا مع الحراك الطلابي هذا الحراك لاجل الانسانية الحرية لفلسطين ويرفعوا صورة هند ويرفعوا العالم الفلسطيني ويرفعوا يفطة هندز هول ويجي الرابر الامريكي اللي من اصل ايرلندي ودي حدوتها يعني ماكلمور يقرر انه يعمل اغنية على فلسطين ويتكلم عن الحرية لفلسطين ويتكلم على انه الانظمة اللي بتمنع مظاهرات الطلاب وتحاول قمعها وتعتقل الطلاب مش علشان التظاهر لكن علشان المظاهرة دي داعمة لفلسطين داعمة لاجل الحرية الحراك الطلاب يقدر انه يحرك هاشتاج اللي هو بلوك اوت 2024 ضد كل مشاهير العالم اللي ياما سندوا اسرائيل او رفضوا الدفاع عن حرية الشعب الفلسطيني ماكلمور امريكي جنسية طبعا هو سياتل ولاية واشنطن مش واشنطن دي سي اصله ايرلندي تعارفين كفاح ايرلندا ضد الاحتلال ولاجل الحرية وكم سقط منهم من شهداء وضحايا على يد الاحتلال بتاع دولة التاج البريطاني وبالذات لازم تبقى فاهم انه هو جزء من الزهنية العالمية عارفة انه الايرلنديين ناس يقولك دمها حامي ناس تبحث دائما عن الحرية تطالب بالحرية تساند الاحرار تساند الناس التي تهدف الى حريتها بترفض الاحتلال بترفض كل اشكال القمع ماكلمور عمل اغنية اتسمعت خلال 48 ساعة بعشرات عشرات الملايين هذا انعكس امرا انما يعكس انه في عندنا مجتمع انساني سيبك من الانظمة عنده ضمير يقز وفي جيل طالع استوعب حجم الكرسى حجم الازمة حجم المأساة بقدر اكبر بكتير من الاجيال السابقة عليه الجيل ده الجيل قد ولادي وقد ولاة حضراتكم دول واضح انهم محسن مننا بكتير قوي واكتر مننا فهما بكتير قوي وقدرتهم على الفعل وشجعتهم اعلى مننا بكتير قوي لازم لازم كل ده يدعم الهاشتاج بتاع block out 2024 ده لازم يبقى مدعوم لازم الناس تخش تشوف الاغنية وتشير الاغنية لازم خلي كل من يقف وراء هذا الكهان الصهيوني المحتل يشعر دائما بالخجل انه في يوم صمت مش هقولك ساند بن يمين نتنياه اللي بيقول احنا ملناش دعوة باللي حصل في غزة مش احنا المتسببين في هذه المأساة بيتكلم بهذا التبجح الصهيوني المعتاد وفي ذهنه وفي خلفيته وفي ضميره وفي عقله طول الوقت انه هو مجرد متوحش ووراء شعب متوحش وكذاب ليه كذاب لانه سفراء من دول كثيرة وزراء خارجية من دول كثيرة وصولا الى جوترش راحوا شافوا المعبر وعارفين انه الصهيوني هم اللي قفلين المعبر من ناحيتهم امام هذه المساعدة بنيمين نتنياهو واسرائيل كلها ضربت 26 مستشفى في غزة اتلت اكتر من 400 من موظفي القطاع الصحي على اختلاف نوعية الخدمة التي يقدمونها واخد ذلك بنيمين نتنياهو واسرائيل كلها ضمرت 56 مدرسة بنيمين نتنياهو واسرائيل كلها ضمروا 12 جمعة فأصبح عندي ما يقترب من 700 ألف طالب وتلميذ مفيش تعليم مفيش علاج بنيمين نتنياهو واسرائيل كلها ضمروا اكتر من 221 ألف وحدة سكنية فجابوا غزة على الأرض في مليون غزاوي في مليون فلسطيني بلا مقوى في 2 مليون وربعمائة ألف فلسطيني مش عارفين هيكلوا ايه اللي لادي مش بكرة ولا المية هتقضيهم ولا مش هتقضيهم دا اللي عملوا بنيمين ثانياهو وعملته كل إسرائيل بكل فرد فيها وأعفي نفسي من كلمة إن أنا أقول وكل مواطن فلا حق مواطنة لهم فهو ليس لهم مواطنا إسرائيل مش وطن فلسطين مش وطن لدول فلسطين للفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر